في هذا الفيديو سوف اشاركم معكم ان شاء الله ميزة وتحديد عظيم في عالم صناعة المشاهد السينمائية والانيميشن سبقا ان شرحنا بيكالابز وموقع مونفالي الان موقع رينواء اي اي يشدد المنافسة حيث اضف ميزة موشن برونش وكاميرا موشن مثلا هذه الصورة لشلال عادية تقوم بتحديد الماء فقط والكاميرا تحصل على هذه النتيجة وهذه المقاتلة تقوم بتحديد الشعاع والنار وتحصل على هذه النتيجة مع مؤترات الكاميرا وهذه الفتاة ايضا تقوم بتحديدها تتحرك الى الجانب وتبتعد عن الفضاء مع مؤترات الكاميرا وتحصل على هذه النتيجة كل هذا بدغطة واحدة وهذا ما سوف نعرفه في هذا الفيديو واعدك انك في نهاية الفيديو سوف تصبح تتقن هذه التقنيات الرائعة في عالم المشاهد السينمائية والاشارة هذه التقنيات يتم دفع اموال محترمة عليها من طرف عملاء في منصات ومواقع لكي تقوم بصناعة مشاهد او انيميشن او حتى ان تحرك صور اذا اردتم انشترك معكم تجربتي في موقع فايفر اكتبوا للتعليق في الاسفل هذا فقط لكي لا تستهينوا بهذه الفيديوهات والصروحات اي انها قد تدر عليك دخلا محترما واذا كنت تشاهدون الاول مرة اشكركم لدعمكم للقناة شكرا لكم ننتقل مباشرة الاشتراح وبداية ندخل لموقع رينواي اي اي نقوم بالضغط على تري رينواي فو فري ثم نذهب الى الجانب الان سوف نقوم بتشجيل بجي ماي الخاص بنا بعد التشجيل هذه الواجهة فيها خطط مدفوعة لكن نحن سوف نعمل الخطة المجانية يقوم باعطاء كمية وخمسة عشرون نقطة لكن نحن سوف نذهب الى جين تون نضغط عليها هذه الميزة الجديدة اذهب اولا الى كاميرا موشن هذه الخاصية الجديدة اذا ذهبت مثلا الى الاسفل الى زوم سوف تلاحظ الشكل الذي سوف تقوم به الكاميرا في الجانب اي زوم in زوم out كذلك pay left و pay right اي ان الكاميرا سوف تذهب من اليمين الى اليسار او الى اليسار الى اليمين كذلك بشكل دائري انت سوف تصبح مخرج دون اي خبرة فقط بضبط الاعدادات وشكل الكاميرا التي تريد المشهد ان يظهر عليه بعد ذلك اضغط على save اولا سوف اقوم بالضغط على مكان الصورة او تحميل الصورة اقوم بتحميل مثلا هذه الصورة الخاصة بها الشلال قمت بالضغط على موشن بروش سوف اقوم بشرحها قليلا هذه الخاصية الجديدة مثلا هنا لديك الممحات وهنا البروش يمكنك تحديد الصيز لدينا في الاسفل الاعدادات التي تتحكم في حركة اي شيء قمت بتحديده في الصورة سوف اتطرق لهذا بعد قليل بعد تحديد الشلال سوف اذهب الى الاعلى اقوم بتحديد البروش سوف اقوم بتصغير الصيز الخاص بالبروش او تكبيري قليلا الان سوف اقوم بتحديد الشلال فقط اي الماء فقط اي ان الحركة التي سوف تتم على المشهد سوف يتحرك الشلال فقط اي شيء قمت بتحديده هو الذي سوف يتحرك الان سوف انزل الى الاسفل سوف ابدأ بضبط الاعدادات سوف اقوم بتحركه الى اليمين اي الحركة سوف تكون في اليمين اي هوريزونطال بشكل عرضي ثم هنا سوف اقوم بتحديد اي الى اسفل اي ان الشلال لا يمكن ان يرتفع الا الاعلى الحركة سوف تكون متجهة نحو الاسفل هنا بروكسيميت اي شدة الحركة هل سوف تبتعد عن المشهد او لا سوف اتركها في الصفر ثم سوف اعود الى جنب اتركه هوريزونطال سوف اقوم بعودة بها الى الصفر ايضا لكي اجربها الان المشهد كيف سوف يحدث معي ثم سوف ادى بلا كاميرا موشن الان ثم سوف العب بزوم ان زوم اس اي ان الكاميرا سوف تبدأ من المشهد وتبدأ بالابتعة سوف اجعلها الى الاخير ناقص عشرة ثم لا يلقص انسوا الدات على جينيريت انتظر قليلا وهذا هو الفيديو الذي حصلت عليه اقوم بتكبير قليلا وهذه هي النتيجة اذا لاحظتم ان الشلال يتحرك والمشهد اصبح في حياة واكثر واقعية كأنك في فيلم ملك الخواتم دون اي مبالغة اصبحت مخرج دون اي خبرة فقط باستعمال هذه الادوات الان ما عليك سوى تحميل المشهد سوف انتقل واحمل صورة اخرى قمت بانشايا على موقع ليوناردو لطفلة او بنت توجد علامة قطار وبالقرب من النافذة سوف اقوم بتحميلها هنا ثم سوف ابدأ بالعمل عليها والتعديل ايضا سوف اريكم كيف ان اشعة الشمس سوف تنتقل والحياة سوف تصبح على الصورة ونقوم بتحريك عينيها بطريقة طبيعية كأنها حقيقية الان سوف اذهب الى الاعلى كما العادة سوف اقوم بتحديد البروش سوف اقوم باللعب بالصيز سوف اقوم بتكبيري قليلا لكي اقوم بتحديد الزجاج في الاسفل سوف انزل الى الاسفل اولا سوف اقوم بالتعديل على الوريزونطل اي تجاه الحركة وشدة كذلك هذه الاعدادات يجب عليك العمل عليها حتى تتقنها وتجد الاعداد المناسب لك انا فقط الان اقوم بتجربة اي اعداد وارى هل هو مناسب او لا قمت بتكرار الامر عدة مرات حتى فهمت الامر جيدا لتحديد المشهد الذي اريده سوف اقوم بتحديد الزجاج ثم سوف ابدأ بالمسح بالمحاس الجوانب التي لا اريدها ان تحدد في المشهد سوف اقوم بالعودة الى vertical اقوم بجراء الى الاخير ثم اقوم بجعل proximity على الصفر ثم save الان ما عليه سوى الضغط على generate سوف اترك الكاميرا على الاعداد الثابت دون ان اضيف اي اعدادات generate الان ثم انتظر قليلا في الاعلى سوف تشاهد ان النقاط تخصم معك عندما تقوم بانتاج اي فيديو ثم سوف اقوم بتكبير المشهد لاحظ ان العينين يرميشان والحركات الججاج كأن العشعة تمر من امام الوجه كأن هناك ججاج الامر اصبح اكثر واقعية لو اضفنا الزوم سوف تلاحظ ان الكاميرا سوف تلعب من اليمي او الى اليسار انا تركتها عادية لكي انوع المشاهد الان سوف اعدمي جديد اقوم بتحميل صورة اخرى ثم اذهب الى motion brush هنا سوف اريكم طريقة رائعة لكي تعرفوا كيف تتحكمون في المشاهد الخاص بكم الان سوف اذهب الى الاعلى اقوم بتحديد الصيس سوف اقوم بتحديد الشعاع المتوهج من السيف والنار في الجانب اقوم بتحديدها مثلا بهذا الشكل ثم اذهب الى الاسفل اقوم بتحديد ايضا النار والدخان لكي تتحرك هي فقط كل شيء الذي تقوم بتحديده هو الذي سوف يتحرك الان سوف انزل الى اسفل اقوم باعطائكم اعداد وسوف تشاهدون الفرق مثلا اذهب الى vertical انا اريد ان الاشيعة المتوهجة من السيف تسعد الى الاعلى لذلك سوف اذهب بها الى الجانب على الشكل سهم الى الاعلى وهوريزونطل سوف اذهب بها الى الجانب ايضا اي ان الاشيعة تذهب الى الاعلى والدخان وتذهب بشكل عرضي اما البروكسيميتي فهي تتحكم في الاشياء التي قمت بتحديدها اي انها اما ان تبقى ثابتة مثلا الاشيعة تبقى ثابتة وملتصقة في السيف او تذهب بعيدا عن السيف سوف اذهب بالبروكسيميتي الى الجانب ثم اضغط على generate سوف تشاهدون الفرق سوف اقوم باعطاء مثالين مثلا عندما ذهبت ببروكسيميتي الى الجانب سوف تشاهدون ان الاشيعة بدأت ترتفع وتبتعد عن السيف كذلك النار في الجانب بدأت تبتعد كأنها لم تكن ملتصقة بالسيف سوف اعود من جديد واقوم بالتعديل على الاعدادات سوف اذهب هوريزونتال واقوم بالعودة بها الى الصفر ثم اعود واقوم بالتخفيض اعداد ثم اذهب الى بروكسيميتي ثم اعود بها الى الصفر اي ان جميع العناصر التي قمنا بتحديدها سوف تبقى ثابتة ثم اضغط على generate سوف اشاهد التغيير الذي سوف يحصل على الفيديو اذا لاحظتم ان النار تتحرك الى الاعلى والشعاع ايضا ان يتحرك الى الاعلى وبقي متسقا بالسيف بطريقة رائعة الان سوف اعود من جديد الى سوف اقوم باضافة اعداد الكاميرا لكي يصبح المشهد سينمائي مئة بالمئة سوف اذهب الى ثم سوف اقوم بجرها سوف تشاهدون الشكل الذي يظهر فيه في الجانب ثم اذهب الى زوم اين زوم اوت اي ان الكاميرا سوف تبدأ بالظهور على الشخصية ثم تبدأ بالابتعاد عنه الان سوف اضغط على سوف احتفظ باعدادات الكاميرا واضيفها الى المشهد اقوم بالضغط على كيف سوف يصبح سوف اقوم بتجربته وهذه النتيجة كما شاهدتم الامر اصبح الرائع صراحة كأنك في فيلم سينمائي فقط الشعاع والنار هي التي تتحرك لو حددنا الشخصية سوف تتحرك هي الاخرى ولم يتبقى لكم سوى تحميلها كما العادة عن طريق السهم في الاعلى الان سوف نكتشف اخر مثال لفضائي وبجانب امرأة داخل القطار سوف اقوم الان بالتعديل بنفس الشكل سوف اقوم بتحديد الامرأة اي انني اريد ان احرك الامرأة بطريقة بسيطة كما قمنا في السابق اقوم بتحديدها اولا بالبروش ثم سوف ابدأ بالتعديل في الموشن بروش في الاسفل اي تجاه الحركة اريد ان تتجاه قليلا الى اليمين اي ان تبتعد عني الفضائي ثم سوف اتركها في الوسط ثم كذلك احركها قليلا فقط بنسبة قليلة ثم اضغط على سيف ثم سوف اذهب الى الكاميرا موشن سوف اقوم باضافة زوم اين بهذا الشكل ثم قليلا او سوف اتركه في الصفر ثم اضغط على وهذه هي النتيجة كما تشاهدون الامرأة تتحرك الى الجانب وتبتعد عني الفضائي والمشهد اصبح يكبر اي ان الموقع يضيف لك حياة على اي صورة تقوم بوضعها هنا بشكل سهل وبسيط ما عليك سوى تحميل المشهد الخاص بك ونهاية اظن ان هذه الميزات سوف تحدث فارقا كبيرا لمن يقوم بصناعة المشاهد السينمائية ومصناعة كذلك الانيميشن الامر صراحة يستحق التجربة رغم ان هذه الخاصية مدفوعة لكن قم بتجيب الجماعة الاخر لتستفيد اكثر بصغاء مجانية واخيرا اذا كنت تشاهدوني الاول مرة مرحبا بكم في قناتنا لا تنسوا اشتراك وتفعيل زرس وتعليق اراكم تهمونا نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم